مرحبا و أهلا و سهلا فيكم في سلسلة جديدة هنبدأ فيها في تلخيص أو التكلم عن حلقات مسلسل عرضته شركة نيتفلكس اسمه بلاك ميرور أو المرآس السوداء هذا المسلسل عمل ضجة كبيرة في العالم منه أكثر من سيزن هنبدأ فيهم حلقة حلقة اليوم هنحكي عن الحلقة الأولى من السيزن الأول هتتكلم هاي الحلقة عن أميرة خطفت في بريطانيا والخاطف طلب فدية من رئيس الوزراء البريطاني أن يقوم بعمل علاقة جنسية مع خنزير على بث مباشر أمام التلفاز طبعا هذا رئيس الوزراء البريطاني وبتكلموا الموضوع كيف أنه رضخ رئيس الوزراء لمطالب الإرهابي الذي خطف الأميرة بسبب أنه أميرة يعني لن يستطيع أن يضع نفسيتها ووضعها الاستراتيجي والمهم في المجتمع في محل خطر طبعا حاولت الاستخبارات البريطانية في الحلقة أنها تبحث عن هذا المجرم أو تجد أي لنك لإله لكن للأسف لم تستطع طبعا الحالة النفسية بتظهر لك إياها لرئيس الوزراء عملوا استفتاء بين الشعب في هذه الحلقة طبعا عملوا استفتاء بين الشعب هل يجب أن يقوم رئيس الوزراء بهذا العمل أو لا طبعا في بداية كان معظم الناس متقززين من الموضوع بعدين لما صار الإعلام يحكي كثير عن وضع الأميرة ووضعها النفسي والقاتل في الحلقة هاي أرسل إصبع مقصوص من يد الأميرة في النهاية طلع مش من يد الأميرة يعني المهم عليه الخاتم اللي بتلبسه الأميرة فتوقعوا أنه بدأ يعذبها ففي الموضوع المختصر حاولوا أنهم يعملوا تقنية تكذيب على الفيديو بحيث أنه يضعوا يسموها Green Background ويغيروا الصورة لرئيس الوزراء لكن لم يستطيعوا أن يعملوا هذا الشيء هون الأميرة زي ما أنتم شايفين وهذا الخاطف هاي لما قطع أصبعها وبدأت طبعا لما قطع أصبع هالناس بالعكس تأيد أنه يقوم رئيس الوزراء بالعمل طبعا في المختصر أنه رئيس الوزراء بيقوم بهذا العمل بيضطر أنه يرضخ لأوامر أو لطلبات الإرهابي وطبعا بنركز لك هو على الحالة يعني هذه الحلقة مهمة جدا عن الحالة النفسية اللي بقع فيها السياسيين كيف بيكونوا حالتهم النفسية الصعبة خاصة في أمور فيها قرارات خاصة طبعا في نهاية الحلقة يعني هون بيحاولوا أنهم يجدوا طبعا ما بيستطيعوا أنهم يجدوا في نهاية الحلقة بيعرفوا أنه الأميرة تم إطلاق صراحة قبل ما يقوم رئيس الوزراء بالعمل اللي طلبوا الإرهابي منه والإرهابي بيكون قتل نفسه في ذلك الوقت وبعد بيظهر لك بعدين ظهور رئيس الوزراء بعد سنة من هذه الحادثة وأنه كل شيء طبيعي بيطلعه وزوجته بيطلعوا طبيعيين وكل شيء تمام لكن بعد ما يرجعوا على البيت في نهاية الحلقة بتبين أنه زوجته متقززة منه مش قادرة تهضم الموضوع زي ما بيحكوا وبالتالي بيورجيك أدي الصعوبة الحالة النفسية للقيام بعمل مثل هذا أكيد يعني الحلقة فيها استراتيجية أو كلام كبير أول حلقة عملت من بلاك ميرل وعملت ضجة كبيرة الحلقة كانت مش سهلة لأنها تناورت قضية إرهاب تناورت قضية الأسرة الحاكمة وتناورت قضية الحالة النفسية للسياسيين وطبعا العمل المقزز الذي طلب من رئيس الوزراء فنصحكم تتابعوا هذه الحلقة طبعا لازم تكونوا الكبار فقط لكن الحلقة جدا شيقة فيها فكر غريب عن أي مسلسل آخر ممكن تفكروا فيه نراكم في الحلقة القادمة وسلام للجميع السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علىنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد